وفيما شهدت أيام عيد الأضحى ارتفاعاً كبيراً في درجة الحرارة وصل أكثر من نصف درجة الغليان كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان عن خسارة العراق 15% من الأراضي الزراعية بسبب التصحر والجفاف مضيحاً أن محافظات بيسان والبصرة وذيقار وواسط شهدت أعلى نزوحاً مناخياً للسكان وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان أن 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر فيما أشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نزوح أكثر من 12 ألف أسر عراقية بسبب الجفاف ودع الحكومة إلى اعتبارها 17 من حزيران من كل عام هو اليوم الوطني لمكافحة التصحر والجفاف واعتماد التشجير سياسة وطنية لمكافحة التصحر